سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص الوظيفي الأول من الوحدة الرابعة مصادر الطاقة إذن من مرجع منار لغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021 دائما على قناتكم قناة الدعم التربوي سوتين سكولار إذن لنبدأ بفقرة أتهيأ للقراءة أعرف ببعض أنواع الطاقة التي تستخدمها أسرتي إذن سنجيب عن هذا السؤال وسنقول من أنواع الطاقة التي تستخدمها أسرتي الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية إلى آخره هنا بالنسبة للطاقة الشمسية في إشارة لبعض المنازل التي تعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية السؤال الموالي أذكر طاقة من الطاقات الأخرى التي أعرفها إذن سنجيب وسنقول إذن انطلاقا من دروس النشاط العلمي والدروس السابقة في إطار دائما الطاقة ومفهوم الطاقة إذن تعرفنا على مفهوم الطاقة الريحية الطاقة الكهرومائية والطاقة المغناطيسية إذن نمر إلى الملاحظة والتوقع إذن من خلال الصورتين إذن ألاحظ الصورتين وأسمي نوع الطاقة التي تدل عليها كل صورة إذن الصورة الأولى فهي تعبر عن الطاقة الكهرومائية إذن الطاقة كهربائية يعني تتولد نتيجة تدفق الماء عبر السدود بالنسبة للطاقة الثانية فهي الطاقة الشمسية طاقة نظيفة إذن باعتماد الألواح الشمسية التي تقوم بتوليد الطاقة انطلاقا من أشعات الشمس إذن سنجيب وسنقول الصورة الأولى لسد مائي حيث يتم توليد الطاقة الكهرومائية والصورة الثانية لألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الشمسية إذن أنطلق من الصورتين ومن عنوان النص وأتوقع موضوعه إذن انطلاقا من العنوان والصورتين أتوقع أن يتحدث النص عن أنواعي ومصادر الطاقة إذن سنتعرف أنواع الطاقة ومصادر الطاقة إذن لنقرأ النص ونتعرف مضمون النص إذن تابعوا معي النص بعد قراءة النص سنجيب عن جميع الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن من الصفحة 128-129 إذن تابعوا معي الفيديو إلى الأخير مصادر الطاقة مر استخدام الطاقة بمراحلة وفي كل مرحلة منها تتطور مصادرها وتتجدد طرائق توليدها ويمكن تقسيم أنظمة توليد الطاقة الكهربائية إلى قسمين هما أولا التوليد بمصادر الطاقة التقليدية وهو عبارة عن مكونات الطاقة ومصادرها التي لا يمكن إيجاد بديل مماثل لها أو تعوضها وهناك عدد من طرائق إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام هذه المصادر أهمها ألف الوقود الأحفوري متوافر في الطبيعة وتكلفته منخفضة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من هذا الوقود بحرق الفحم الحجري أو الغاز الطبيعي أو البترولي وبعض مشتقاته لاستفادة من الحرارة الناتجة يعني عملية الاحتراق في رفع درجة حرارة الماء للحصول على البخار الذي يتدفق ويدخل التوربينة فيؤدي إلى دورانه الذي يتولد عنه الكهرباء با الوقود النووي يعد استخدامه من المصادر المهمة والمشهورة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطاقته أعلى بكثير مقارنة بالناتجة عن الوقود الأحفوري لأن جراما واحدا من اليورانيوم يعطي طاقة تقدر بنحو 822 ألف كيلوات ثانيا التوليد بمصادر الطاقة المتجددة تعرف بأنها المصادر التي تتجدد وتتوافر دائما أو في فترات قصيرة كطاقة الشمس وطاقة الرياح وتشير الدراسات إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستكون أسرع نمو في مجال توليد الطاقة الكهربائية من جميع أنواع الطاقات الأخرى لإعتبارات الآتية لا يؤدي إنتاجها للكهرباء إلى انبعاث غازات تضر بالبيئة تعتبر مصدرا آمنا لعدم الاعتماد في إنتاجها على دول أخرى تشجيع الدول لهذا النوع من الطاقة وتخصيص مبالغ مهمة للاستثمار فيها حفاظا على البيئة وتجنبا للتلوث والأضرار التي تلحق بالطبيعة أو تلحق الطبيعة والإنسان وأمام هذه الخطورة التي تهدد البيئة والكائنات الحية فكر العلماء والباحثون في بدائل نظيفة لتوليد الطاقة نذكر منها ما يأتي الطاقة الشمسية تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مواد خاصة تقوم بامتصاص الأشعة الشمسية وتتميز بطول عمرها الزمني وعدم حاجتها إلى صيانة دورية مكلفة وهناك مجمعات شمسية كثيرة في العالم تستفيد من هذا المصدر المتوافر وقد انخلط المغرب في هذا التوجه الجديد وأنشأ أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بمدينة ورزازاتا سماها محطة نور واحد ونور اثنان طاقة الرياح طاقة نظيفة تعد من الوسائل المنتشرة والناجحة التي أثبتت نجاعتها في إنتاج الطاقة الكهربائية كما هو منتشر في معظم دول العالم وتعد سرعة الرياح محددة لكمية الإنتاج الكهربائي وعادة ما تكون المراوح كبيرة الحجم ومرتفعة عن سطح الأرض ويعتبر الاهتمام بهذه التقنية من الوسائل المهمة في مجال صناعة الطاقة النظيفة الطاقة المائية يتم استغلال الماء المتجمع في السدود الكبيرة بأن يصنع له مجرا بأوصاف معينة يتدفق فيها الماء من مكان مرتفع إلى آخر مرخفض بحيث يمر هذا الطيار المائي القوي على توربين مائي خاص فيتم دورانه وبدورانه ينتج الكهرباء أما المياه التي أدارت التوربين فيعاد استغلالها في الفلاحة وغيرها إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن أنواع الطاقة وعن مصادر الطاقة سواء الطاقة التقييدية أو الطاقات المتجددة إذن لنمر إلى فهم النص نبدأ بأنمي رصيدي المعجم أضع علامة فيه أمام المعنى الصحيح إذن مماثل مماثل هل تعني مشابه مختلف أو متمازج إذن فكلمة مماثل تعني متشابه مماثل الشيء يعني مشابه له أبحث في النص عن ضد الكلمات الآتية منخفض الأبطأ الاستهلاك إذن بالنسبة لكلمة منخفض إذن نقول مرتفع أو ضدها مرتفع من النص دائما مرتفع بالنسبة لكلمة إذن لاحظوا معي كلمة مرتفع إذن من مكان مرتفع لاحظوا الآن نبحث عن كلمة أو ضد الكلمة كلمة الأبطأ إذن لاحظوا معي إذن الأبطأ إذن ضدها أسرع ستكون أسرع إذن الأبطأ إذن الأسرع إذن الأسرع بالنسبة للاستهلاك إذن ضدها الإنتاج إنتاج الطاقة الإنتاج إذن ضد الاستهلاك الإنتاج إذن السؤال الأول من أنشطة الفهم أختار شفهيان الجواب الصحيح من بين الاختيارات الآتية من مصادر الطاقة التقليدية ألف الوقود الأحفوري والوقود النووي باء الوقود الأحفوري والفحم الحجري جيم الوقود الأحفوري والبيترول دال الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي إذن بالنسبة للجواب إذن بطبيعة الحال كما جاء في النص إذن الجواب الصحيح هو ألف إذن المصادر الطاقة التقليدية إذن لدينا الوقود الأحفوري والوقود النووي نمر الآن إلى السؤال الثاني أضع إطارا على جواب صحيح فيما يأتي إذن يقصد بالطاقة المتجددة في النص هل هي الطاقة التي تتجدد في زمان ومكان معين أو الطاقة التي تنتجها آلات جديدة أو الطاقة التي تتجدد وتكون متوفرة باستمار إذن الجواب الصحيح بطاقة الحال هو الجواب رقم جيم لماذا؟ لأنها طاقة تتجدد لا ترتبط بزمان ومكان معين وتكون متوفرة باستمرار طبع الحلقة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نمر الآن إلى السؤال الثالث أضع علامة في على الاختيار الصحيح مع تعليل إجابة من النص مصادر الطاقة التقليدية يمكن إيجاد بديل لها إذن خطأ لنرجع إلى النص لنحدد إذن لاحظوا فجاء في النص بأن من مصادر الطاقة التقليدية إذن لا يمكن إيجاد بديل المثل لها أو تعويضها إذن هذا هو التعليل نمر الآن إلى الطاقة من الوقود النووي تماثل الطاقة من الوقود الأحفوري إذن خطأ لماذا إذا لاحظوا معي فهي إذن طاقتها أعلى بكثير مقارنة بالنتجة عن الوقود الأحفوري إذن هذا هو التعليل إذن طاقة الوقود النووي أعلى بكثير لا تماثل الطاقة النتجة عن الوقود الأحفوري بل هي أعلى بكثير مصادر الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى صيانة صحيح إذن لأنه إذا قمنا بالرجوع إلى النص خصوصا عندما تحدث الكاتب عن الطاقة الشمسية إذن لاحظوا معي فقد قال بأن يعني وعدم حاجتها إلى صيانة دورية ومكلفة إذن هذا هو التعليل من النص عدم حاجتها إلى صيانة دورية ومكلفة إذن لنتمي السؤال الرابع ما الذي تتطلبه طاقة الرياح لتوليد الكهرباء حسب النص إذن حسب النص لتوليد الكهرباء تحتاج أو نحتاج إذن نحتاج طاقة الرياح أو تحتاج عفوا إذن تحتاج طاقة الرياح إلى مراوح كبيرة كبيرة الحجم ومرتفعة عن سطح الأرض إذن لتوليد الكهرباء تحتاج طاقة الرياح إلى مراوح كبيرة إذن يجب أن نتوفر على مراوح كبيرة الحجم ومرتفعة عن سطح الأرض إذن مراوح كبيرة الحجم ومرتفعة عن سطح الأرض لكي يتم إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة الرياح نمر الآن إلى السؤال الأول من أحلل أبرز ميزة من مميزات كل مصدرين للمصادر الطاقة حسب الآتي إذن سنحدد ميزة من مميزات الطاقة الشمسية طاقة الرياح والطاقة المائية إذن حسب النص دائما الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى صيانة دورية مكلفة طاقة الرياح طاقة نظيفة الطاقة المائية إذن إنتاج طاقة نظيفة باستغلال مياه السدود نمر إلى السؤال الثاني وقارن بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة إذن مصادر الطاقة التقليدية كيف هي؟ مصادر الطاقة المتجددة ما المشترك أو المشترك بينهما؟ إذن مصادر الطاقة التقليدية لدينا الوقود الأحفوري والوقود النووي مصادر الطاقة المتجددة لدينا الطاقة الشمسية، الطاقة الرياح، الطاقة المائية المشترك بينهما أنهما بمصادرهما فالهدف هو إنتاج الطاقة الكهربائية إذا الهدف من مصادر الطاقة التقليدية أو من مصادر الطاقة المتجددة هو إنتاج الطاقة الكهربائية نمر الآن إلى السؤال الثالث النص إخباري تفسيري استخرج منه جملتين تفيد الأولى الإخبار والثانية التفسير إذن الجملة إخبارية من النص لأن جراما واحدا من اليورانيوم يعطي طاقة تقدر بنحو 800 إلى آخره إذن هذه الجملة فهي جملة إخبارية يخبرنا من خلالها كاتب المقالة بأن جراما واحدا أو جراما واحدا من اليورانيوم فهو يعطي كذا وكذا من الطاقة بالكيلو وات إذن فهي الهدف منها هو الإخبار بالنسبة لمثال لجملة تفسيرية إذا لاحظوا معي بحيث يمر هذا الطيار المائي القوي على تربين إلى آخره هنا فالكاتب بصدد تفسير الآلية التي يتم عبرها إنتاج الكهرباء إذن انطلاقا من مجرى الماء عبر السدود الكبيرة رابعا يفضل الكاتب الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية أستخرج جملتين دالتين على ذلك إذن انطلاقا من النص إذن ما يدل على تفضيل الكاتب للطاقة الشمسية إذن قال هناك مجمعات شمسية كثيرة في العالم تستفيد من هذا المصدر المتوافر يعني بأن الطاقة الشمسية فهي من المصادر المتوافرة وقد انخارت المغرب في هذا التوجه الجديد وأنشأ أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية هنا فهو بصدد إعطاء مثال إذن ليعزز به يعني تفضيله لهذا المصدر من الطاقة الشمسية نمر الآن إلى أركب وأقوم السؤال الأول من فقرة أركب وأقوم السؤال الأول أركب أربع جمل تلخص ما أورده الكاتب عن الطاقة المتجددة إذن سأقترح عليكم يعني بعبارة أخرى نلخص ما ذكره الكاتب بخصوص طاقة المتجددة إذن يمكن أن نقول تطرق صاحب النص إلى مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وعن الحديث عن هذه الأخيرة يعني الطاقة المتجددة أشار الكاتب إلى أنها تعرف نموا سريعا لعدة اعتبارات كما ذكر أهم مصادرها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية سؤال الثاني أكتب فقرة من أربعة أسطر عن أهمية الطاقة في حياتي وأقرأها على زميلاتي وزملائي إذن يمكن أن نقول بأن مثلا يعتمد الإنسان في حياته على الطاقة في مجالة متعددة وتكتسي أهمية بالغة في عصرنا الحالي لذا من المهم جدا الوعي بضرورة ترشيد استعمال الطاقة والتوجه إلى استعمال الطاقات المتجددة باعتبارها طاقة نظيفة وتفعيلا لمبدأ التنمية المستدامة آخر سؤال من فقرة أقويم وهو تحديد موقف شفاهي في ثلاث جمل من مصادر الطاقة التقليدية إذن سأقترح عليكم مثلا هذا الموقف إذن يمكنكم اعتماده إذن لسياغة موقف خاص حول مصادر الطاقة التقليدية إذن نظرا لما نعيشه حاليا من تغيرات مناخية نتيجة التلوث الذي تعيشه الكرة الأرضية أدعو إلى استعمال الطاقة المتجددة أولا لتخفيف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية باعتبارها أنها لا بدل لها لا تتجدد إذن ومخافة استنزافها من الطبيعة وثانيا للتقليص من حدة الثلوث لأنه كما تعرفون مصادر الطاقة التقليدية فهي تساهم بشكل كبير في التلوث الذي نعيشه حاليا من احتباس حرارة فع درجة الكوكب إلى غير ذلك التصحر الجفاف إذن التغيرات المناخية بصفة عامة إذن فلجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة يمكن أن يكون الحل الأمثل والحل الأنجع لتقليص من حدة الثلوث لتفعيل مبدأ التنمية المستدامة كما أشرنا في السؤال السابق لأنه لا يمكن أن نكون أنانيين في استغلال الطاقات واستغلال مورد طبيعية إذن بشكل لا يراعي حاجات الأجيال المقبلة إذن هذا كل ما في الأمر إذن السؤال الثاني إذن من أقوم هو أن نطلب من زميلاتي وزملائي رأي كل منهم في مصادر الطاقة المتجددة بطبع الحال سؤال شفاوي خاص يعني باستثمار الحصيلة يعني الحصيلة العامة لهذا النص الوظيفي إذن الأول من هذه الوحدة بالنسبة للاستثمار إذن هنا عبارة عن نشاط إذن يتم عبر مجموعات إذن سنكون مجموعتين في القسم مجموعة تدافع عن مصادر الطاقة التقليدية وأخرى تدافع عن مصادر الطاقة المتجددة وفي الأخير نخرج بخلاصة هنا يعني الهدف من هذا السؤال هو أن نكون يعني مثلا مجموعتين بحيث نحدد يعني إيجابيات وسلبيات كل مصدر من مصادر الطاقة سواء من الطاقة التقليدية أو الطاقات المتجددة بضربعة الحال والإشارة إلى يعني يعني الفوائد كل نوع على حدى وكذلك يعني تحديد المصدر الأمثل والمصدر الأحسن للإنسان وللبيئة إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا يتجدد دائما على نفس القناة مع باقي دروس المرجع لا تنسوا الاشتراك في القناة إن لم تكنوا من مشترك القناة طبعا فضلا وليس أمرا ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وصديقاتكم لكي تعمل الفائدة ولتشجيعنا على الاستمرار في تقديم الدروس أصدقائي صديقاتي إلى اللقاء أصدقائي صديقاتي